يعني الأغنية الشعبية ليست هي الأغنية التي يتدولها الناس لأنها لها كلمات بسيطة وألحان بسيطة قادرة على الامتشار دي سماتها دي سمات الأغنية الشعبية ممكن تكون مؤلف قام بتألفها يعني لو تكلمنا يعني ما قدرش أقول على أغاني سيد درويش أنها شعبية ولكن هو استنبت ألحانه وكلماته وهو وديع خيري مثلا ومحمد يونس القاضي وكل دول من النمط الشعبي يعني مثلا يبلح زغلول يبلح زغلول لا هي تصنفها العلمي هما صنفوها موشح مصنفة موشح ولكن هي أغنية مصرحية طبعا تقدمت في أحد المصرحيات وتغنت في أكتر من مصرحية بالمناسبة في وقت فترة معينة طبعا ما بين 1918-1919 وكان لي مرزى سياسي طبعا احنا كل نعارفين حكاية الأغنية دي لما كان سعد زغلول مسجون وممنوع الغنى السياسي فبدأوا يتحايلوا على ده يعني بدأ سعد زغلول يبلح زغلول يبلح زغلول ويجيبوا المشهد أن واحدة بتبيع بلح زغلول وكده وده حصل في أكتر دي الأغنية الأشهر لكن مثلا مونيرة المهدية عندها أغنية اسمها إوعى الخرطوم لا يروح منك كانت تقصد الخرطوم اللي هي في السودان كان فيه كلام على أن مصر برضو تتنازل عن السودان وده كان بتألف مصرحيات على أساس أن الجنين يمسك الخرطوم وبيرش الجنينة ده برضو نعم يعني تي خوفا من الملاحق الملاحق لأنه كان فيه رقابة في الوقت ده إنجلترا فردت رقابة على الصلاة والمسارح علشان ما حدش يغني في السياسة المصريين بشكل نعم بيحبوا الموسيقى والغرنة طبعا طبعا بيظهر ده جدا بقى في إيه 25 يناير مثلا لأنها الأقرب أي وفي 30 يونيو برضو المصري أول ما يحس أنه عنده غضب أو طاقة أو أي حاجة بيطلعها في الغنى إما رجوعا للغنى السابق زي حصل مثلا إحنا لقينا كل أجاني سيد درويش والشيخ إمام وغيره بتتغنى في الميادين في 25 يناير وإما بالتأليف يعني فيه فرق طلعت في 25 يناير عملت أغنيات كلها بعد كده حيتقال إنها هتعملت في السكة السياسية بره ترجمة نانسي قنقر